هيا يا مقوى هيا يا عافر البوغاز وعافر الأنظول وخرجت من هذا المكان العثري القديم المستكشف في هذه المنطقة باتجاه وسط مدينة دايدم للبحث عن سكن الآن تقريبا نحلو الليل وأنا لازم أبحث عن مكان أسكن فيه قررت الاتجاه نحو الساحل اتجاهتنا هو الساحل الطريق الساحلي شاهد طبعا أن المكان مكتب حتى في المباني ما أقول بالكامل أنسى موضوع أنك تخيم في هذا المكان وما في مجال صار الليل قلت خلاص الحين لازم أبحث عن سكن مناسب أتواجد فيه وبات فيه الليلة هذه شاهدت الفندق هذا على يميني كبير لخم تقريبا أضخم مبنى وأضخم فندق أنا شفته بالمكان لكنه مغلق الظاهر أنه ما هو موسم هذا الفندق يا أخوان أنا يتني كثير من التعليقات عن موضوع المكان الأثر اللي أنا مريت فيه اللي قال لي هذا مو روماني هذا أغريقي وهذا وكثير من الكلمات وطبعا أنت يا أخوان يعني أنا ما نعارف ليش الانتقاد بالإساءة يعني لازم الانتقاد عادي يكون بهدف النقد وتصلح معلوماتي وليس للإساءة وبعدين أنا بوجهة نظري أنا رجل أحب المعمار هذا البناء كله أصلا روماني صح حضارة الإغريق موجودة والحضارة المقدونية موجودة لكن هذه كل مبانيهم بالأساس أصلا روماني شعب الإغريق والشعب المقدوني هذه كلها شعوب منحدرة من الامبراطورية الرومانية في العصور الوسطى هذه شعوب منقلبة ومنشقة من هذه الامبراطورية ونمط البناء هذا أصلا هو نمط البناء الروماني والإغريق كلمة عربية عربية الأصل أهي الحين الدولة اسمها جريس معناها جريس معناه اسم الدولة ونحن نسميها بالعربي الغريق وحاليا شنو نسمي المكان هذا أو الدولة هذه نسميها اليونان صحيح؟ وكلمة اليونان معناة المملكة العظيمة بالروماني يعني حتى أسمها روماني أصلا فهذه المباني أنا عندي أنا أسميها شخصيا مباني ذات النمط الروماني هاي بالنسبة لمعلوماتي الشخصية أنا ما قعد أتكلم عن شعوب شعوب موجودة شعب الإغريق وحضارة الإغريق وكذلك الحضارات الأخرى والحضارة المقدونية لكن أنا قعد أتكلم عن البناء نمط البناء روماني أنا ريال أحب المعمار ودائما يعني أقيم المعمار حسب الأصل أصل هذا المعمار روماني عد إذا أهما صنعوا شعب الإغريق أو غيره هذا بالنسبة لي لا يهم بعدين ما يصير أن أنا أروح المكان بدون علم أو استعداد مسبق وأدخل المكان هذا وأنت تشوفه بعدين أن تروح قاعد على الجهاز تروحك مستر جوجل تصير عالم رباني علينا هذا شيء ما في عدل شرط أنك توك شايف هذا المكان الحين عموما خلونا نبحث عن سكن نحتاج أن ننام الليلة في أي مكان طيب ما لقيت فنادقة يعني عيدة عن الساحر أولت هذه الشهدية على الظهر ما قدرت أسرب السيارة السبرة نحن نحن نان على الساحر الغربي بالسحر على البحر هذا الهواء الشديد تروح الماضي ما تعرف هاي ما تدري شو تسوي هاي المغامرة ما تدري وين تروح هناك شدي أحسن شيء متوجد في عقول ببراكة الفخاء الحديقة على الهواء اللهم يبقى على نفس اللهم يبقى على نفس اشتركوا في القناة 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 الوحش والنعم احلماء في الغرفة البلاثون جيد جيد هذا جميل ان شاء الله اقعد افكر احلماء في الغرفة البلاثون احلماء في الغرفة البلاثون احلماء في الغرفة البلاثون احلماء في الغرفة البلاثون ومرتادينها كبار السن من الروس والبريطانيين شفتهم كثرة هنا طبعا انا الاحين قاعد امشي بالليل واصل بالليل وطلعت الاحين الساعة 9 تم محل بس اللي على البحر مفتوح باج الاماكن كلها مسكرة بسيطة المدينة ورخيصة سعرها رخيص وجوها حلو كان العصر شوية حار يعني بس لما اقولك حار مو الحار اللي نفس الحار اللي عندنا لا حار عادي يعني توقف بالظل تبرد بس الحين بالليل الهواء روعة شوف عندك هذا اللاين مفتوح وعندك اللاين الاخر مفتوح بويه شكل البحر فنروح هنا باللغة في عندهم مكتب رحلات يوديك الجزر اليونانية طبعا احنا مقابل اليونان في من يوديك مرمريز بودروم مصداشي هذه اللي انا عرفها كوس لا هذه كلها تركية لا لا مو يونانية كلها تركية اليونانية تطلع عليها من ازمير او يمكن اهني فيه ما يندره بس العلاقات التركية واليونانية مو مضبوطة ما شاء الله الهوى الهوى شديد شباب ما عليه بس خوش شارع كل شيء حيوي شقال وهذا الجهة بس معينة هذا الجهة اقرب ما بنمشي المطاعم والبحر كلها شقال في قاعدات على البحر وفي فعاليات بحرية بالنهار تشوفها حين بالليل يمعينهم بس بالنهار تقديم urane تermaid الصفحة وانا داشت له بس شوفها على البحر تقريبا أنا مشيت حروة تقريبا حروة 400-500 متر أنا أقول كيلو لكن لا، لم أمشيت كيلو مدو تقريبا المطاعم هنا كلها عبارة عن بارات ليس كلها يعني شذي بار سوبر باركت عرفت؟ بار محل ملابس أو نظارات أو شذي؟ تشوف شوف هوا هوا اليوم الله يسر لا يكون الصوت في خرخشة ومزعج والله هل نقعد في مدو ماني ما أكل بحلي على الخفيف ماني ما أكل حسنا؟ 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 وصل وصل الطبغ يا شباب وصل حياكم ولكم ولكم أنا يا أخي بعض التعليقات يقع يخربوني والله اكل واكل شعليك بالرجيم يخربونك خلونك تاكل بس هذي لا مكافأة الوصول بس هذي مكافأة الوصول لعيونكم فارد شو أنا هذة؟ هذة مهدري شنو بالصراحة شيء قوي مع الايس كريم قوي 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 شيء رهيب تحلي الأيس كريم ضاع الرجيم ضاع الرجيم يا شباب في احتفالات قدامي ما عليك شعر ثم شوفه هنا عايزهم يردون الروح يردوون الروح يجعلون لك الحياة حلوة عايزنا يصلوا لهذا العمر سيسكون القدو ها 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 سيستعلي الله يعطيكم بالعافية الشباب والناستوني بقليوم بالمتابعة ما قصرته مشكورين والحين انا طالع في طريقي الى الفندق الريح الليلة عشان باتر انحقق الانجاز بالوصول الى الجنوب باتر ان شاء الله رح نكون واصلين الى الجنوب ويتحقق على الاقل نص المشوار ويبقى النص الثانى اللى هو قطع الجنوب نشوفكم على خير في يوم جديد وحدث جديد تصونا على الخير ومع السلامة شو شو صلاح الخير في هذا اليوم الجديد من مدينة دايدم يلا نمشي انتوكى على الله تكمل طريقنا الى الجنوب ترجمة نانسي قنقر